في الحقيقة احنا وارثين تاريخ وارثين افكار من ابانه اجداده من كتب التراث الصفراء فهذه ما عدنا حتى الآن ثورة ثقافية وحركة علمية تنقض التاريخ وتنقض التراث وتنقض الكتب الصفراء وتتخلص من عدها وكثير من العلماء اللي يعيشون عن ناس يعيشون في عدنا علماء كاسمين كاسم علماء يعيشون على السلاطين فيفتنوا ما يرضي السلاطين وإذن علماء يعيشون على الناس على الأخماس والزكوات اللي يأخذوهم من الناس وهؤلاء أخطار من علماء السلاطين لأن هؤلاء سوف ينساقون وراء الجماهية وراء العواطف ويسكتوا إذا هم يعرفوا الحقائق يسكتوا وإذا عرفوا الأمور لا يستطيعون أن يتكلموا خوفا من افتقاد مصادر رزقهم ومصادر عيشهم ومصادر سلطتهم الشعبية يعني أسمع كثير من الناس أنما تبحث مع العلماء أنه لماذا لا تقول كذا أو لماذا تقول بكذا يقول لك يعني إذا اتخذت هذا الموقف وقلت هذا الكلام سوف أفقد شعبيتي أفقد مرجعيتي ولكن أعلى المسؤولية كبيرة جدا بقول الحق يجب أن العلماء يخلصوا لأمانتهم ورسالتهم ويصدعوا بالحق ويقوموا يعني لا أتهم كل العلماء بهذه الصورة ولا أتهم قسم من عدهم في الحقيقة هم هكذا وقسم آخر هم جهلة بأزياء علماء وبأسماء علماء يعني جهلة في هذا الموضوع